السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم حبيب المتابعات الوفيات لقناة جمالك طبيعي بالوصفة اتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة يا رب العالمين وانتو بتشاهدوا حلقة اليوم حكلمكم اليوم عن تجربتي مع البنجز تزول ورأيي فيه ومميزاته والعيوب اللي انا شفتها فيه كل حاجة عنه وكلمان حكلمك عن الساعة فلو انت امر تابعيني فساعدني انضمامك في قناتي بتضغط على زر الاشتراك الاحمر وفضلا وليس امر نوصلني بقى الالف لايك يعني طلب صغيرة هو بس حاولوا ان انت تساعدوني وانشروا الفيديو كمان في الجربات اللي انتو مشتركين فيها لو استفدتوا من حلقة اليوم البنجز تزول يمكن لما بروح اي استغضلية بسأل على البنجز تزول يمكن كان فيه حالة من الاستغراب شوية لانه تقريبا تقريبا كده كان علاج جديد لكن دلوقتي لما بدور عليه يعني بلاقيه على طول البنجز تزول بعد فترة طويلة جدا ودوخة كبيرة جدا على الدكاترة ولف واخدت علاج كتير لإيقاف الترجيع ومع ذلك كنت برجع لدرجة ان الأطباء كانوا بيستغربوا كنت باخد ممكن تلاتة كابسول او تلاتة برشام لإيقاف الترجيع وكنت برجع لدرجة ان الطبيب فكرني ان انا موهومة يعني انت ازاي بتاخذي علاج بترجع وبترجعي وأخيرا اكتشفت ان العلاج غير مناسب تماما لحالتي وبيستخدم العلاج الخطأ مع مرور على دكاترة كتير وطباء كتير أخيرا توصلت إلى طبيب نصحني بالأزوميم علاج اسمه الأزوميم وبرضو ده بيتاخد مرة واحدة على الريء لإيقاف الترجيع وللأسف الشديد ان كانت معدتي لا تستجيب أبدا لهذا العلاج يمكن في كتير من أصحابي وناس كتير من عائلتي عرفهم شخصيا بيستخدموا الأزوميم وكانت لهم تجربة نجحة جدا ولكن أنا حالتي ما كنتش بستجيب أبدا للأزوميم وكنت بمجرد ما بيدخل المعدة بيبدأ يسيح وينزل تاني زي ما هو إلى أن الطبيب كتب لي على هذا البديل أو غير لي الأزوميم بهذا النوع وبدأت أستخدمه هي حبة بتكون على ما أعتقد لونها أخضر هو للأسف خلص تقريبا كده استنيوا كده أفتحه معاكم تقريبا بيكون لونها أخضر أو أخلص العلاجة هو ده بيكون شكله باخده مرة واحدة بس في اليوم مش أكتر من كده المرة دي بتكون أول ما بقوم من على النوم على الريق يعني مش قبل الفطار أن أنت تكله بعدين تخليه لا على الريق مباشرة ببدأ أخده بس مش أكتر من كده بشربه مع كمية كبيرة من المية وببدأ أخده أنا دلوقتي ممكن حاليا دخله في أكتر من سنة ونص بستخدم هذا الدواء لأن أنا حالتي عندي مشكلة كبيرة جدا في الجهاز الهضمي هي مشاكل اقتهابات على المعدة اقتهابات إسنى عشر اقتهابات في مشاكل كتيرة ورملة على على اللهم صلي على سيدنا محمد على المرورة ده على حسب كلام الطبيب فالطبيب نصحني أن أنا العلاج هياخد معايا فترة طويلة من الوقت فالحمد لله رب العالمين بعدما أنا دلوقتي تلع أحكي لكم تجربتي معاه بعد استخدام الأدوية كتير ما كانتش فيه استجابة ولكن مع استخدام البنجسة زول حسيت أن فيه استجابة وفعلا الترجيع بدأ يختفي تدريجيا رقق سعره تقريبا يعني بسراحة مش فاكرة قوي بسوة مش زي الأسعار اللي برة 23 جنيه للشريط يعني حاجة زي كده يعني مش سعره مبالغ فيه زي الأدوية اللي برة وبس كده يا ربنا يعني ادعوه لي بقى مش فاق العاجل وربنا يا رب يشفي كل مريض ويعفو عن كل مريض اعملوا مشاركة للفيديو متوقفوش عندكم يعني اعملوا يعني شروعه على صفحيتكم لعله حد يستفاد على الجروبات اللي انتو مشتركين فيها اه واشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة